مع اقتراب ثورة تشرين من اكمال شهدها الرابع ومواصلة السلطة الفاسدة صم آذانها عن الاستجابة لمطالب المتظاهرين شهدت ساحات التظاهر توتراً لافتاً إثر قيام القوات الحكومية والميليشيات بمهاجمة المتظاهرين في محاولة لإجهاض أي تصعيد سلمي ساعد الوصول إلى الأهداف التي خرجت من أجلها الجماهير ولم يتحقق منها إلى الساعة إلا النزر اليسير ففي بغداد أصيب عدد من المتظاهرين في ساحة الطيران وطريق محمد القاسم السريع بحالات اختناق بسبب إطلاق ما تسمى قوات مكافحة الشغب الرصاص الحي والغاز المسيل للدموع لتفريقهم بينما أحرق المتظاهرون الإطارات لمنع تقدم القوات الحكومية والميليشيات كما عاد الزخم بشكل متصاعد إلى ساحتي التحرير والخلاني وجسري الجمهورية والسنك كرد فعل على القمع الذي تعرض له المتظاهرون على جسر السنك في اليومين الماضيين أما جنوبا فقد شهدت محافظة النجف تظاهرات الليلية استمرت حتى ساعة الصباح بدأت بقطع طريق المطار وإغلاق المؤسسات الحكومية باللحام والأقفال الحديدية وحرق مقر لميليشيا حزب الله قبل أن تتسع التظاهرات لتشمل إغلاق الطرق الرئيسة ما تسبب بشلل في الحركة وتعطيل شبه كامل لدوام الجامعات والمدارس والمؤسسات وطالب متظاهرون النجف السلطات بالاستجابة لمطالب المتظاهرين قبل انتهاء مهلة الناصرية ملوحين بتصعيد سلمي غير مسبوق إذا لم تتم الاستجابة وفي محافظة ذيقار قطع المتظاهرون عدد من الجسر الرئيسة والطرق والساحات في مدينة الناصرية ما أدى لتعطيل الدوام الرسمي وبحسب ناشطين فإن هذه الخطوة تعد تمهيدية وإن الساعات القادمة ستشهد قطع الطرق الخارجية وعز المحافظة عن بقية المحافظات إذا استمر تجاهل أحزاب السلطة لساحات التظاهر وفي محافظة المثنى أغلق المتظاهرون الشوارع الرئيسة والمدارس والجامعات تضامنا مع منتفضي الناصرية الذين أوشكت مهلتهم على الانتهاء الحال ذاته تكرر في محافظة جنوبية أخرى كالبصرة وبابل وكربلاء وواسط والقادسية التي شهدتها الأخرى قطع طرق وإغلاق المؤسسات استجابة لمطالب المتظاهرين بالإضراب العام عن الدوام رسالة واضحة من المتظاهرين مفادها بأن التسويف والمماطلة التي تنتهجها الأحزاب الفاسدة وعمليات القتل والخطف التي تقوم بها ميليشيتها لن تثنيهم عن مواصلة طريق الثورة وأن تحقيق أهدافها لابد أن ينجز رغم أن في السلطة الغاشمة ومن يقف وراءها ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر